أهل حلب إذا ضاق الأمر اتسع عنوان أبو اليقفان أحد قياد هيئة تحرير الشام خطبته هذه بأنصر حلب ثم نصرها على طريقته ههو يسجد في دارة عزة تمثيلا أمام الكاميرا بعد أن استولت الهيئة غصبة على غالبية المناطق المحررة غرب حلب وعقب فتورة دم باهظة دفعها المدنيون فرضت الهيئة شروطها بسلاحها ثم ها هي تطل براسها من إدلب تحديدا من قريتي تلمنس ومعرش مارين التين تعرضتا لعملية دهم قال الأهالي إنها أعادت لذاكرتهم حملات ميليشيات أسد وحلفائها بالسلاح الثقيل والعنصر المدججين بالسلاح اقتحمت تحرير الشام القريتين تحت ستار البحث عن مطلوبين أما النتيجة فمقتل مدني وإصابة آخر واعتقال شخص تعسفيا الحديث لمجلس معرش مارين المحلي الذي أصدر بيانا حمل فيه تحرير الشام وما يسمى بحكومة الإنقاذ كاملة المسؤولية عن الحادث مطالبا بتحقيق فوري ومحاسبة المتورطين مدهمة أخرى شنتها تحرير الشام على حاس جنوب إدلب انتهت باستيلائها على مخفر البلدة بعد طرد عناصره ومصادرة جميع معداته بلدة أحسم هي الأخرى كان مسجدها ساحة لعمليات حفر وتنقيب عن الآثار قام بها عناصر الهيئة في جنح الليل قبل أن يشعر الأهالي بهم ويطردوهم ولإدلب في التصدي لممارسات تحرير الشام وتجاوزاتها تاريخ واسع هذا مثلا مشهد على ذلك هذا ثاني وهذا آخر تجاوزات الهيئة تقول المجالس المحلية في حلب وإدلب إنها أعاقت عملها وألحقت ضررا واسعا بقطاعات الصحة والتعليم والإغاثة والأمن والبنية التحتية والقائمة تطول اشتركوا في القناة